يعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بامبيو أن بلاده لا تخشى استهداف النظام الإيراني على أعلى مستوى معتبرا أن هذا النظام هو كابوس على الشعب الإيراني معربا عن أمله في أن تخفض كل دول العالم وارداتها من النفط الإيراني إلى نقطة الصفر بحلول الرابع من نوفمبر المقبل محذرا من أنه في حال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول ستعرض نفسها للعقوبات وأكد بامبيو أن إيران تدار من قبل عصابات إجرامية وليس حكومة مشددا على دعم واشنطن للإحتجاجات الشعبية فيها